ثم ينادي الله سبحانه وتعالى بأسمائه المستوجبة لأثارها يا الله الاسم الايه؟ الأعظم الكامل الذي يشمل كل الأسماء يا مالك إذا كان الله مالك يبقى ملكني فهمت ازاي؟ فلما يطلب كل اسم بيطلب أثره فيه يظهر أثره فيه يا الله يا مالك يا وهاب يبقى طلب أن يملك لأنه عبد فقير وطلب أن يوهب لأنه لا يملك شيء وطلب من الله الذي يجمع كل الكمالات الاسم الجمع لكل الكمالات يا الله يا مالك يا وهاب هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك ما قالش هب لي أبهب لنا لماذا؟ لأن في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ في الفتحة لما تقرأ حتى لوحدك تقول إهدنا السراط المستقيم فتيمنا بالقرآن جمع فلما جمع يشمل كل من إيه؟ من كان محبا له على طريقته بل يشمل الأمة كلها لأن في الفتحة المفروض لو أنت اللي بتألفها كتقول إيه؟ إهدني السراط المستقيم ولما نصلي جماعة نقول إهدنا طبعا ما تصلي منفرد ليه بتقول إهدنا برضو؟ يبقى هو تيمنا بذلك حتى يكون دعائك دعاء جامع يشمل الأمة وكلما كان الدعاء جامع يشمل الأمة كان أرجى للقبول لأن فسط الأمة أولياء يستحقوا إجابة الدعاء وربنا سبحانه وتعالى من كرمه لا يقبل لأحد ثم يترك الآخر فهم القوم لا يشقى بهم جلسهم فأدخل الأولياء والصالحين معه فينا الجمع حتى يقبل الدعاء من أجلهم فيكرم بهم وده تعلموا منين؟ اتعلموا من القرآن هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك لأن أحيانا تأتي بعض النعم تكون سببا للبعد لا هو يطلب النعم التي تكون سببا للرضا والقرب ليست النعمة الحاجبة بل النعمة الموصلة هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك واكسنا كسوة تقنا بها من الفتن في جميع عطاياك اكسنا يعني غطينا استرنا بكسوة بكسوة بغطاء رباني تقين به من أن نفتن بالعطايا عن المعطي وبالنعمة عن المنعم واكسنا كسوة تقن بها من الفتن في جميع عطاياك والفتنة هو أن تستعمل العطاء الإلهي في معصية الله فلا تؤدي حقها وقدسنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به بها هنا تعود على الكسوة وقدسنا بها بالكسوة الكسوة الربانية التي تغطي عوراتك وجهلك وغفلتك وشهوتك وكل ما يحول بينك وبين الوصول إلى المقامات العلي وقدسنا يعني نزهنا فالتقديس هو التنزيه من كل نقص وقدسنا بها أي بهذه الكسوة الربانية عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به في علمك عم من سواك يا الله يا عظيم ثم أيضا يعيد النداء مرة أخرى ليستجلب آثار الأسماء يا الله يا عظيم يا علي يا كبير يبقى أثر العظمة إن يعظم نعمة الله في عينك ولذا كان النبي يجل النعمة وإن دقت فكان يعظم كل النعم فإذا أنعم عليك بدقيق النعم وبكثير النعم فلا تستقل النعمة والإن دقت لأنها جاءت من عظيم فعليك أن تعظم كل النعم يا علي حتى تعلو عن كل ما يأخذك إلى البعد عن مولاك يا كبير حتى تتكبر على غفلاتك وشهواتك وعلى ضعفك وعجزك مستمدا من أثر اسمه الكبير وعلى شيطانك نسألك الفقر مما سواك لأن الافتقار إلى الله هو علامة العبودية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد ويأكل وهو جالس على الأرض ولم يأكل على إخوان قط عرض عليه أن لا يجوع وأن لا يحتاج شيء قال أريد أن أجوع فأصبر وأكل فأشكر يبقى يبقى الفقر إلى الله ده في حد ذاته وشعورك بالافتقار إليه ده من كمال العبودية وعلى شك كده لكن نقص العبودية أن تفتقر لغير الله ده نقص في العبودية على شك كده بيقول إيه ونسألك الفقرة مما سواك كل ما سوا الله الفتقار إليه وعين الفقر والافتقار إلى الله وعين الغنى نسألك الفقر مما سواك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فإذا جئته من باب الفقر أغناك إنما الصدقة للفقراء فإذا كنت مفتقر إليه أغناك وتصدق عليك نسألك الفقرة مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك يعني حتى يكون غنانا بك لا بنعمك الغنى بك لا بنعمتك الغنى بك مش تستغني بالنعمة فإذا زالت تفتقر وتيأس لا أنت غنىك بالله مش غنىك بالنعمة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم جبال مكة تبقى في يده ذهب وفي يد غيره تراب أبد لأن غنى بالله لو كان غنى بالذهب يذهب لو كان غناه بالذهب يذهب ولو بالفضة انفض ولكن اللي غنى بالله لا يزول على شكرا والغنى بك لا ولم يكن الغنى بنعمك مرتبت اليهود الغنى بالنعمة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون يا بني إسرائيل يذكروا نعمتي التي أنا عمدت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وإيه واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ماذا كده برضو يبقى كأن الوصول إلى الله لليهود عن طريق النعمة فشكرهم بالنعمة فإذا زالت النعمة زالت شكر أمة النبي أرقى أمة النبي غناها بالله مش بالنعمة فحتى لو زالت النعمة ما زالوا مستغنين بالله وقال شكرا ربنا سبحانه وتعالى وإيه واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون شكروا لله ما قالش شكروا نعمة الله هو تدرج في صورة النحل صورة مكية قال لهم إيه قال لهم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدماء والرحمة الخنزير وما أهل لغير الله به فما اضطر غير بان ولا عدم فلا إيه فإن الله غفور الرحيم مش كده برضو دي في النحل النحل مكية كأنه بيدرج لسه المسلمين حديثي عهد بإسلام لما استقر الإيمان في قلوبهم بغنهم بالله فييجي بصورة البكر يقول لهم إيه يقول لهم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ما قالش بقى بالنعمة أشكروا لله درجة تانية مرتبة أعلى طيب يبقى تدرج بهم انتقلت الأمة من حال سائر الأمم وهي شكر النعم إلى أمر خاص بها وتميزت بها لأنها خير أمة أخرجت الناس أنها تشكر المنعم حتى ولو زالت النعمة تهمت بقى فهو بيبين هذا المعنى فبيقول إيه والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك فلا ركون للنعمة ولا يأس عند زوال نعمة فهم فإذا زالت النعمة لا نيأس وإذا جاءت النعمة لا نركن إليه والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك ولطب بنا فيهما فيهما اللهم أيه في الفكر والغنى الفكر إلى الله والغنى بالله في الحالة دول ولطب بنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن ولاك يعني ألطب بنا لطفا عظيما في هذه المقامات العظيمة حتى لا نركن حتى للمقام فخذنا من المقام إلى المقيم ومن الحال إلى المحيل فهمت بالرغم أنها مقامات شريفة الفقر إلى الله والغنى بالله مقام شريف لكن مع لطف الله لا تركن للمقام تركن للذي أقامك ولا تركن للمقام والطب بنا فيهما أي في مقامي الفقر إلى الله والغنى بالله لطفا علمته يصلح لمن ولاك لأن الأولياء لا تركن إلا لمولاها لا تركن للنعمة ولا تركن لمقام ولا تركا لحال ولا تركا لأي شيء مهما كان هذا الشيء عظيم بل تركا لمولاها والطبنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن ولاك وكسنا جلابيب العصمة كسنا برضو جاي ايه من الكسوة ووسطة جلابيب جمع جلباب والجلباب والكساء ايضا العصمة والعصمة هو الحفظ من الوقوع في المخالفات وكسنا جلابيب العصمة في الانفاس واللحظات يجي بعض الناس يقولك الله ده بيطلب العصمة والعصمة لا تكون إلا لنبي لا يا سيدي ما ربنا إيه اللي نعتاصمه بحبل الله يعني طلب مننا أننا نعتاصم ونطلب العصمة لأن العصمة إذا نسبت للنبي لها معنى وإذا نسبت للولي لها معنى فكله يأخذ منها حظه طلب العصمة لأن طلب العصمة إيه ده شيء مطلوب لأن العصمة تعني الحفظ فإذا كانت لنبي تكون عند النبي طبيعة فيه بحيث أنه لا يحدث نفسه بالمعصية أصلا وإذا كانت في الولي حتى لو حدث نفسه بالمعصية لا يقع فيها يبقى اسمها حفظ فالعصمة للولي حفظ وأشكد وكسونا جلابيب العصمة هل بقى في كل حاجة؟ لا أقل حاجة تدل على حياة الإنسان إن في نفس وأشكد قال إيه؟ وكسونا جلابيب العصمة في الأنفاس واللحظات يعني بحيث أنك لا تعصى ربك ولو في نفس ولو في لحظة إيه هي اللحظات؟ اللحظات هو ما تراه بخارج العين اللي هو مجال الرؤية اللي هو مجال الرؤية بتاع الدنيا يسموها الملاحظ خارج العين الأبياد اللي خارج العين ده اسمه الملاحظ والبياد اللي داخل العين بعد السواد اسمه المآقي شوف اللحظات جاي من الملاحظات كلما لاحظت شيء لا تتمنى فلا تنظر لنعمة في يد أخيك لأن العصمة تمنعك أن تتمنى ما في يد أخيك فلا تنظر إلا لمولاك فلا تنظر لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى والنبي كان إذا رأى شيء يعجبه من زينة الدنيا يقول لبيك اللهم لبيك إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر صلى الله عليه وسلم هو بقى يقصد هذه الحالة الحالة النبوية الشريفة إنك أنت تتقمصها تتحققها يكون لك حظ منها واكسنا جلبيب العصمة في الأنفاس واللحظات واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات يبقى اللحظات قد تكون أجزاء الزمن لحظة وقد تكون أجزاء المرائي فيم؟ اللي هو مجال الرؤية يعني اللحظات إما تكون جاية من لحظة أو جاية من ملاحظة فإن كانت من لحظة فهي جزء الزمن وإن كانت من الملاحظة يبقى ما يرى في الأكوان لأنك طول عمر كنت ماشي في الأكوان بطرى نعم كثيرة فلا تلتفع إلى هذه النعم ولا تنشغل بها ولا تتحصر لأنها ليست عندك فهم؟ فلا تطلب المفقود ولا ورد بالموجود واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات يعني مفتقرين لك في جميع حالاتنا يعني مش مجرد أن يدي لك النعمة خلاص بقى ما فيش يا رب يا رب لأنك بقى معت معاك بقى معاك الصحة ومعاك المال ومعاك المنصب ومعاك الجاه هتقول إيه بقى؟ هتقول ليه يا رب لا ده هو عايز بقى إيه؟ إنك تبقى عبد لله في كل الحالات سواء كان أنعم عليك بالمنصب أو الجاه أو النعمة فيبأ افتقارك لمولاك لا لمنصب ولا لجاه ولا لنعمة واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات زي ما سيدنا يا موسى يقول إيه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني ما زلت عبد لك في جميع الحالات وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات علمنا من لدنك لأن العلم اللدني هو العلم المفيد إنما العلم الكسبي حج عليك العلم الكسبي هو اللي بتتعلمه من كلام العلماء أحكام كذا والقواعد والأصول والفقه والفروع وعلوم الدنيا كل دي علوم حج عليك يعني لو لم تعمل بمقتضاها عاقبك الله بها لكن العلم اللدني من الله اللي العلم الذي يتفجر في القلب من معرفته من الثقة به من التفويد إليه والتوكل عليه والرضى بقضائه والإقبال عليه ومواساة الآخرين وحب الخير للآخرين أهي دي كلها علوم لدنية كوة القلب تجد إن العلوم اللدنية دي بقى حج ليك مش عليك ترقيك الشاكر قاله إيه وعلمنا من لدنك علما يبقى علما من عندك إنت يجي لنا بالرحمة لأن العلم اللي جاي من أفواه العلماء علم جاي بإقامة حجة فيبقى في الحالة دي يجي يوم القيامة يكون من ضمن أسباب عذابي إني سمعت وما عملتش به فهمت على الشاكر قال إيه مش أي علم علم لدني فالعلم اللدني هو علوم القلب وعلوم القلب هي العلوم التي الزر منها تعدل جبال من أعمال الجوارح يعني زر من التوكل تعدل آلاف الركعات من قلب غير متوكل وعلى الشاكر يقوله علمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممال فالعم اللدني هو الذي يكملك وهو الذي يرقيك اللهم أنت الحميد الحميد بمعنى الحامد والمحمود يعني فعيل بمعنى فاعل ومفهول تملي فعيل بمعنى إيه فاعل ومفهول اللهم أنت الحميد يعني الحامد والمحمود الحامد يعني الذي يحمد من إيه يحمده والمحمود الذي يستوجب الحمد اللهم أنت الحميد الرب المجيد برضو الماجد المجيد جاي من المجد الرب المجيد الفعال لما يريد كل ده بيستوجب من هذه الصفات إن الله حميد فيحب الحمد ويحب المحمود فاجعلني محمودا حامدا رقيني إلى هذه الحالة حتى أكون حامد ومحمود من بركات اسم الحميد المجيد حتى أكون ماجد وممجد لأن مجدك بانتسابك لربك ولمولاك إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الفعال لما يريد إذا أردت ذلك يا ربي حتى أو لم أكن أهلا لذلك أن تقادر أن تجعلني أهلا لذلك يعني حتى ولو كنت أنا غير أهلا لذلك فأنت قادر وفعل ما تريد ذلك فلا يعجزك شيء كأن الختامات دي كلها ختم بيختم على أسباب قبول ما سبق من ما يستوجبه أسماء الله عز وجل تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا وتعلم حزننا كذلك تعلم إيه اللي فرحنا وإيه وإيه أسباب الفرحنا وتعلم كذلك ما يحزننا وأسباب حزننا والفرح في منه ممدوح وفي منه إيه مزموم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه إن الله لا يحب الفرحين آه ده مزموم يبقى فيه فرح مزموم إن الله لا يحب الفرحين يعني الفرحين بالنعمة الغافلين عن المنعم لأن الكلام ده فقارون فرح بالنعمة وغفل عن المنعم يبقى الفرح بالنعمة والغفل عن المنعم ده فرح مزموم لكن ربنا قال إيه فرحين بما آتاهم الله من فضله يبقى ده فرح محمود يبقى فيه فرح محمود وفيه فرح مزموم في القرآن كده فيه فرحين فرح مزموم وفرح محمود الفرح المحمود فرحين بما آتاهم الله من فضله شوف هو فرح ايه لأن الشيء ده جاي له من الله فهو عزيز على قلبه لأنه جاي من العزيز الحبيب المحبوب لكن لما يفرح بالنعمة ياخد النعمة ويجري مع المولاه ولا يلجأ لمولاه يبقى ده فرح مزمون زي أعزكم الله الكلب الكلب ايه تدي له اللحمة ولا العظمة ياخدها ويجري فرحان بيها ويقعد يكلها لكن المحب تدي له يقعد لازق جنبك هو مش منتظر النعمة هو عايز القرب فقط هو القرب بها تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا وتعلم حزننا كذلك وبرضو في حزن ممدوح وحزن ايه محمود الحزن الممدوح هو الشفقة والخوف من الله إجلالا وتعظيما والحزن المزموم هو الحزن الذي يؤدي إلى اليأس من رحمة الله وتعلم حزننا كذلك وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا أوجبت يعني قدرت وفردت وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا ولا نسألك دفع ما تريد لأن لا رد لقضائه ولا نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد لو كان إرادتك وقضاءك جاء بالتأييد تحول النعمة تحول الابتلاء والبلاء إلى منحة ربنا قدر على إنسان المرض لما ييجي المرض بتأييد من الله ييجي المرض بالصبر والرضا يوم ربنا يثيبه على صبره على مرضه ما لا يثيبه على شكره على نعمه إنما يوفى الصابرون أجراءهم بغير هذا لكن لو جاء المرض والابتلاء بغير تأييد من الله يبقى مع الجزع ومع النواح ومع البكاء ومع اليأس ومع الانتحار فلا يتحمل يبقى العبرة كلها مش بالقضاء لأن القضاء لا رد فيه لكن القضاء لو جاء بتأييد من الله تحول كل قضاء إليه إلى خير على شكره بيقول هنا إيه ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد اللي هو لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطفة فيه نفس المعنى لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطفة نفس المعنى ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد والروح هنا معناها النية الصحيحة والهمة العالية والمعرفة في القضاء أنه من القاضي سبحانه وتعالى الذي يقضي بحق ويقضي برحمة ويقضي بلطف بروح من عندك فيما تريد كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة تصدقين من خلقك نحن نقرأ قصص الأنبياء والأولياء والسلام تجد أنهم مروا بمراحل صعبة جدا في حياتهم فقدوا الإحبة وفقدوا العافية وأخافهم الله ومنهم من سجن ومنهم من طرد ومنهم من قتل ومنهم من قاتله قومه عاشوا حياة صعبة لكن لأنهم كانوا مؤيدين من الله كانت كل خطوة تمر عليهم من قضاء الله كانت تقربهم إلى مولاه على شكل قال إيه كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة تصدقين من خلقك إنك على كل شيء قدير قم في الدنيا وحي الأزهر وانصر على سمع الزمان الجوهر واخشى عمليا واقضي حق إمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا كانوا أجل من الملوك جلالة وأعزم سلطانا وأكرم مظهر